هنأ الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية بيان لرئاسة الجزائرية ذكر أن الرئيس غالي تقدم للرئيس تبون بأحر التهاني وأصدق الأمان بموفور الصحة والعافية وبالسداد والتوفيق والنجاح في تأدية المهمة النبيلة السامية كما أشهد غالي بالموقف المبدئي الراسخ الذي طالما تبنته الجزائر الحرية والكرامة والأنف والشهامة بالوقوف إلى جانب كفاحه العادل والمشروع من أجل الحرية والاستقلال وفق البيان ذاته